طب هل لو افترضنا مثلاً أنه الإعلام أصبح له هدف أنه ينشر مثل تلك الأغنيات المأخوذة عن أصل أدبي جيد أو تفتكري ممكن يعني نستعيد هذا الموضوع؟ دلوقتي صعب أولى حياتك ليه؟ لأن المدخلات الثقافية بقت متعددة احنا في الستينات لحد التسعينات كان ممكن نحكم ده بأن فيه أجهزة إعلام رسمية أو الصب قنوات خاصة احنا دلوقتي عندنا يوتيوب وعندنا تيك توك وعندنا ما نعرفش جيالنا منين وأي حد بيدخلها وأي حد بيبث وللأسف الشديد دي بقت أهم من وسائل الإعلام الرسمية ودي اللي بتجذب الأجيال الشباب واللي في سن المراهقة والأطفال هي قطعا لها تأثيرها قطعا لها تأثيرها طبعا لكن يعني لو اعترفنا أنها موجودة وأنها قوية جدا وأننا مش نقدر نقومها طبعا خلاص بقى نغلق الباب على أي تطور يعني لا بس ممكن يبقى فيه طرق تانية للمقاومة فندخل من الباب اللي دخل منه الآخرين اللي هو التيك توك واليوتيوب بس ندخل بمفردات أخرى هل نطلب من الدولة أنها تستخدم مثل هذه الوسائل والدولة أساسا بتقف يعني ضد أشياء كثيرة غير جيدة موجودة فيها لا الممنوع مرغوب طبعا الإعلام موجود وأجهزة الإعلام موجودة القنوات موجودة يبقى دا جنب دا دا جنب دا لكن فيه جيل طالع مش مهتم أساسا بشاشة التلفزيون فيه أجيل طالع أنا بتكلم دا من واقع مثلا ولد أختي من واقع أطفال بشوفهم مش مهتمين أساسا بالبرامج التوك شو والبرامج الثقافية إلى آخره لكن كل حياتهم على السوشيال ميديا يبقى أنا لازم أخش لهم بس دا إعلان هزيمة يعني لو حضرتك بتقولي دا بس للأسف دا خلاص أنا حاختلف مع حديك شوية فيها بس أنا بقول دا الحل لأن فعلا الحلول التقليدية ما عادتش تنفع الوقتي فأنا بفكر بحاول أفكر برّا الصندوق حديك كان عندك دراسة عن الغناء والسياسة في تاريخ مصر أيوة وقلتي أنه مرت بثلاث مراحل يعني أنا مسكت القرن العشرين إحنا عندنا فترة الملكية وبعدين فترة الجمهورية وبعدين بعد تلاتة وسبعين لحد قلت الآن الآن دي كانت لحد 2014 على الفكرة